السلام عليكم و أخباركم أم نورين دايما معي بس عبيكم في كل وقت وفي كل أوال يا مرحب يا مرحب و يا لبيني شارك ساعدة غامرة دائما بوجود معكم دايما يا رب في أفضل حال جميعا إن شاء الله لأيام بتجري للزهاب إلى شهر رمضان 16 شعبان و إن شاء الله خلاص يعني نقترب من هذا الشهر الكريم وكل سنة وإنتوا طيبين وعم سعيد عليكم ورمضان كريم عليكم والإيام تبقى أحسن من كده بكتير وكل اللي نفسه في حاجة تحصل إن شاء الله ويفرح هو وأهله إن شاء الله تعالوا نروح مع بعض الحاجة أنا كنت دايما أتكلم عنها وهي صياغة الطبع يغلب التطبع طبع الإنسان هيغلب تطبعه يعني متعود على حاجة طول الوقت كم يحول الغايف؟ مرة في اثنين في الثلاثة وقف واحدة مرة في اثنين في الثلاثة وقف واحدة والمشكلة بقى أن الواحدة دي بتبقى الوقع فيها شديدة الزبط ده هو محمودة عبد المنعب كهرباء لاعب النادي القحشي الطبع يغلب التطبع طبع التمرض طبع الغضب طبع الرغبة في الحاجة وإن أنا اللي أعملها والأمور اللي قد تبدو طفولية دي ايه الجديد بقى؟ الجديد ان خالد بيبا مدير الكرة واحد اقرب المقربين الى الكابتن محمود الخطيب بتعرفين هو كمان هو جيران يعني ده في كنباوند جنب كنباوند في اكتوبر ايه الجديد العديد في اكتوبر والكابتن خالد يعد يمر كده على الكابتن الخطيب وياخده ويروحه النادي ويرجعه من النادي فعلاقته علاقة خوية جدا يعني ومع ذلك عنف المعلومات اللي خارجة من النادي القهلي ان الكابتن الخطيب زعل من خالد بيبا وهم بيبا مع بيبا يعني يعني ايه الكابتن خالد بيبا طلع في التلفزيون مع كابتن احمد حسن اتكلم فيه ان الكهربا لم يستبعد بسبب اخته ولكن استبعد بقرار فني من كولر طب هي الموضوع كده فعلا ولا حاجة تانية المعلومات بتقول ان كهربا غضبان عشان ما بيلعبش اساسي من ساعة ما بدأ الراجل يحط الراجل بتاعه كولر يشغل الراجل بتاعه اللي هو مودست فبنسمى كهربا بقى يبقى متاخر جاه بعد بطولة افريقيا رجع خلاح احتياطه ملاعبوش في المطش بتاع الجزاير مع جابوش اتناقشوا هنا المناقشة مع كولر معلها انك تستبعد اه او الدليل محمد عبد المنعم اسف اه احمد عبدالقادر اللي يتكلم بيقعد فجاءت قصة الاخت دي وفرح فاخونا كهربا يبدو انه كان بيقى جس النبض شوف بيه اهتمام مولاقه فقاله له قاله الكولر ان الراجل اللي عاوز كاساك قال لا خلاص يروح مش حاجة انسانية يروح لكنه مش هيشارك تاني الا اذا كان خط الهجوم اللي موجود ويسام ومودست مش قديني يؤدوا الامر غير كده مفيش مشاركة لكهرب الله هو اعلم ده الكلام اللي طالع يعني لكن فكرة ان الكابتن الخطيب والنهاردة موقع الوقتها نصبرته واخونا احمد خياد رمضان كتب انه الكابتن الخطيب وجه اللوم بقوة لكابتن خليب بيبو بسبب التصريحات اللي قالها فيما يخص كهرب قصة ان الملف قد جرأت تداركه وانتهى بمجرد صفر وعودة البعثة من غنى فليه نفتحها من جديد؟ والكابتن الخطيب طلب من الكابتن خياد بيبو عدم الإدلاق بأي تصريحات تصير الجدل وتسبب فيه دخول اللعيبة في مشكلات مع الجهاز الفني ده معنى ايه؟ معنى ان الكابتن الخطيب عارف ان الاستبعاد استبعاد فني لكن تم صياغته بانه طلب من كهربا عشان زقف جواز تخته لكن كهربا فتح باب المشاكل اللي هتبدأ تهب وجه خليب بيبو واستنوا شو انتوا تشوفوا وسألوا الحافيز بكل اللي هو بيبو عليه انه ما فيه زيه ولا اكبر ويديك نصايح ونعملوا ايه ومتعملوش ايه؟ وخبير تكنولوجيا كهربا عمل فيه حاجات كتير هو عرفها يعني فخياد بيبو شيب بعيد ده بيبو كمان احدى يعني لاسا فيش غراسة سيد الحافيز اللي حصل فيه اللي حصل يعني طيب خلاص دي حاجة كده لازم نكاعة عن كهربا لان كهربا لاعب زوه اثر عند الزمالكوية وفي الكرة المصرية مشاغب عليه فلوس بيعمل عقوبات ضده خرافية القيمة في النادي الاهلي مرة مليون جنيه يعني في وسط الزحمة كده تمام؟ قصة يعني والنجم الجمهور بيحبوا عشان الزمالك ويتاخذ من الزمالك وتلعب لعبة الكبرى اللي انتو عارفينها وراجل معرض اللي قف هي لحظة وكهربا يطلع اخبار انه ده بيجهز عقد عشان يروح السعودية خلاص لما موضوع كهربا تعالوا بقى نروح الزمالك تعارفين قصص الزمالك برضو شبيهة بكهربا كده طيب ايه الموضوع احمد زيزو مالو احمد ساد زيزو احمد ساد زيزو اه اتصاب زي ما انتم عارفين بالتوق شديد في الكاحل يعني وان شاء الله يكون حاجة بسيطة وانا قلتلكم في الاغلب انه مش هي لعب مبارات الداخلية الماضش جاهز ان كان هو طمي الناس وانه جاهز وكده لكن في الاغلب مش هي لعب ماضش الداخلية وفي الاغلب من الراجل اساسا مش هيشرك اللعيبة الاساسية ماضش الصوار الغيني لكن انا عاوز اقول لكم حاجة من وجه يتنظر يعني ان غياب غياب زيزو في الفترة دي في الماضش ده اول ماضشين دول له فوائد تعرفين ان لكل شيء نصف فاضي ونصف مال يعني النصف فاضي ان زيزو هب غياب عن الزيني في فترة وهو لعب مؤثر ولعب زيزو قيمة ومن ثم قد يحدث امور لكن في فوائدنا برضو في فوائد كمان اول فوائد دي ان احنا ممكن نشوف مهاب ياسر ونشوف محمد عاطف نشوف بودلاء زيزو يلعبوا المباراة اللي جاي بودلاء زيزو يلعبوا المباراة اللي جاي مش بس كده المتوقع ان جوميز لن يشرك اللعيبة الاساسية في ماضش سوار الغيني وقد ترى كل اللعيبة الجدد ياسر حمد ويمكن تلاقي عبر احمد نفاد كمان حارس المرمى الثالث بيلعب في سوار الغيني لمباراة جاتلو على الطبطاب مباراة رسمية في اداء الودي لا قيمة لها انت اول كده كده فمن حقك تجرب اللعيبة في اللحظة دي تدي حافظ اللعيبة انه يظهروا في افريقيا حافظ اللعيبة انه هما لو اديتوا تعملوا حاجة هي بلوك ودور في الفترة اللي جاية مهم ثم ان انت تحطوا رجليهم في الملعب لو وراه ملهاش قيمة في فكرة التنافس انت كده كده اول فانت دلوقتي عندك فرصة انك تشرك اكبر عدد من اللعيبة اللي ما بيشركوش في الفترة الاخيرة في مباراة صور ويجي برضو قصة انه نشوف برضو نتكمل على بديل زيزو هيعمل ايه بديل زيزو هيبها شيكابالا ومصطفى شلبية احنا ما تغيرناهش يعني شيكابالا اللعب النحيات دي واسوبين النحيات دي انا وجهة نظري ممكنش جابالا يتانيه برضو عشان ما نجهدوش الفترة دي عشان ماتش الاهلي فبرضو ممكن يدخل لو انت احتاجته في المباراة ومنسمى ينزل البديل بقى موهاب ياسر ينزل محمد عاطف ينزل اي حد من الناس اللي موجودة ممكن تقوم بالدور نمار اي حد يلعب بكان زيزو ونشوف الاصابة دي البسيطة دي الحمد لله بتقولك ان في ان احنا ممكن نشوف ناس تلعب بكان زيزو زيزو مهم جدا لجمهور الزمان ثم كمان انت زيزو يرتاح دي فايدة من الكوايد اه يرتاح مايلعبش فيرتاح ليه لان مباراة الكاس مباراة بقت مهم جدا جدا ويه تورك الشيخ اشعل هذه المباراة يعني خلاها قمة التنافس اصلا موجود التنافس تجد بقى فيه تنافس مدني كبير جدا جدا ازاي ده ياخدنا الموضوع مباراة الكاس الي النهاردة تورك الشيخ الوزير تورك الشيخ عمل ايه رفع قيمة الفائز بالمباراة خمسمائة الف دلار من هيئة الطرفية غير الربعاة وخمسين الف لو هو عزيز بباك عندك الربعاة وخمسين الف اساسية والخمسمية بقى تسعمية وخمسين الف دلار يعني قول مليون دولار بسعر بقى بتاع النهاردة الله اعلم غير بتاع بكرة قول يا عم خمسين مليون ومليون دولار من غير حتى ما تحولهم مفيدين للزمالك في دفع فلوس مفيدين للاهل في دفع فلوس فما يجي لك مليون دولار من عند ربنا كده حخيره بركة دي بقى هنا مئة ألف على مئتين ألف على تلتويت ألف بتبقى شلت من الهم اللي عليك فالمباراة دلوقتي بيتبقى يعني قمة التنافس الشديد وترك الشيخ تسبب في هذا الأمر برافع القيمة المالية بهذا الشكل فمن ثم لازم نخلي زيزو يبقى في كامل اللياقة البدنية والطبية وشيكبالة يبقى في كامل قواه البدنية والطبية ونفس الشيء عبدالله السعيد التلاتة المؤسرين جدا 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 في تشكيلك لازم يبقوا في أفضل حال ومن ثم ما بقول إن من الفايدة إن زيزو ما يلعبش يبقى من الفايدة إن زيزو ما يلعبش ولو زيزو عاوز يلعب ما يلعبش لأن مباراة الكاس بقت مباراة مهمة جدا غير إنها مباراة مهمة أساسا ازدادت أهمية ازدادت أهمية نفتكر الكلام ده كويس أنا عاوز أقول لكم كمان إنه انتوا عارفين فيه بجموعة من اللعيبة بتجدد عودها مع رأسهم شيكبالة قلتلك إنه الكابتن حسين لبيب تولى مسؤولية شيكبالة و أوباما لكن جاء كفيل أو يمانيا تكفل بمعنى صح بجزء لبأس به من تعاقد شيكبالة وهو ممدوع عباس يا أستاذ ممدوع عباس يعني تدخل في موضوع تجديد شيكبالة وتواصل مع دارة الزمانك وقال لهم أنا كممدوع عباس هدفع ما يوازي ستين في المية من قيمة التعاقد خلال الموسمين وازاك عاوزي جدد موسمين للشيكبالة لكن هو لو شيكبالة بعد الموسمين أولا عاوزي يعتزل ما فيش مانع مش عاوزي يكمل يكمل خلاص لأن كابتن حسين لبيب معجب بطريقة شيكبالة مع اللعيبة وغرفة اللبس وحاجات دي وحالة القيادة اللي موجودة عنده هو بيحب الحكاية دي فمعندوش مانع لأنه يبقى موجود وطالما بيضم على الفريق مش بيقه مش بيفك بيضم المهم إن ممدوع عباس قال إنه متكفد بستين في المية من عقد من شيكبالة أنا أعتقد إن عقد شيكبالة لن يزيد على الذي يأخذه الآن عقد شيكبالة عشرة مليون سيباك إن شيكبالة طلع وقال إن أنا مخدتش فلوسي إما كان يما مدوع كابتن حسين لبيب قال لك إن كابتن حسين لبيب وراجنته مدتني إيش الفلوس وجل مستشان مرتضة وقال له إزاي وشايفه وكان نصف عمل فيديو شهير في مكتب مرتضة منصور لكن في جميع الأحوال الزمالك بيقدر شيكبالة والزمالك بيحب شيكبالة وجمهور الزمالك بيحب شيكبالة ومن سمى شيكبالة موجود وممدوع عباس بيحب شيكبالة طيب إيه القيمة المليئة؟ العشرة مليون يعني في الغالب ستة مليون هيدفعهم والأربعة يتحملها خزينة النادي واعتقد إذا رقم مقبول جدا إن خزينة النادي زاجت يتحمل أربعة مليون في السنة شيكبالة والأستاذ ممدوع عباس رقم بسيط جدا بالنسبة له يعني ربنا يزيده بريكله إنه يدفع ستة مليون برضو في السنة لشيكبالة فكده حلنا مشكلة شيكبالة ناقص مشكلة أوباما ناقص مشكلة ايه؟ هل هناك مشاكل أخرى قد تظهر؟ يبدو إنها قد تظهر لكن ايه اللي هيجرى؟ ده اللي احنا هنشوفه مع بعض وهنتابعه طبعا في النهاية بس عبد بيكم في كل وقت وفي كل قوان ودايما مع بعض وإن شاء الله يعني مكملين وزي ما قلت لكم في بداية الفيديو يعني رمضان كريم عليكم وخلاص قربنا والأوقات بتجري والأيام بتجري وإن شاء الله نوصل سريعا لشهر رمضان نسعد ونفرح به جميعا السلام عليكم